للمضايقة على الإنترنت أشكالها العديدة خطاب الكراهية استخدام الشخصية الإلكترونية للترويج لخطاب كراهية ضد عرق أو جنس أو دين أو أفكار سياسية معينة يعد مضايقة على الإنترنت التشاجر على الإنترنت عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل الفورية أو غرف التحادث هو نوع من المضايقة العلنية التي توجه فيه عبارات كاسية أو صورة موسيئة لشخص معين الإقصاء أي استثناء شخص معين من مجموعة على الإنترنت مثل غرفة محادثة والمواقع بعد ذلك تقوم المجموعة بكتابة تعليقة موسيئة ومضايقة للشخص المستقص الفضح أي حين يقوم شخص ما بمشاركة معلومات أو صور أو فيديوهات شخصية أو خاصة لأحدهم بشكل علني يفضح الشخص حين يتم نشر معلومات عنه عبر الإنترنت التنكر أي حين ينشئ شخص ما هوية مزيفة ليضايق بها أحدهم من دون الكشف عن هوياته الحقيقية بالإضافة إلى إنشاء هوية مزيفة ينتحل هذا الشخص شخصية أخرى لإرسال رسائل موسيئة إلى الضحية من الممكن إيجاد أشكال أخرى من أشكال المضايقة على الإنترنت مع تزايد تطور التكنولوجيا تطور التكنولوجيا